في مرحب في مرحب في مرحب في مرحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن ينزل جبريل عليه السلام إلى الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعلم من جبريل ما عمدول أي مخلوق جبريل 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 اللي عنده ستمائة جناح جبريل اللي إذا مر فتح جناح فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الأفق أمامه قد سد صارت السماء سوداء ما هذا يا جبريل قال يا محمد هذا جناح من ستمائة جناح خلقني الله جل جلاله بها هذا الملك حتى ينزل إلى الأرض بآية تقرأ إلى قيام الساعة بأحد من الناس أمر عظيم فما الذي فعله ثوبان رضي الله تعالى عنه حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيبه بجواب سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبان فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم السكوت أحياناً بتجاوب أجوبة تكون أنت متوقع السؤال وأحياناً تسأل عن أسئلة ما بتكون متوقع السؤال فبكون الجواب أنك تسكت هكذا فعل رسول الله رسول الله الذي أوتي جوامع الكريم كان جوابه عن هذا السؤال أنه سكت فأمده الله بجبريل ليجيبه بهذا الجواب ما هو هذا السؤال السؤال كان من ثوبان ثوبان رضي الله تعالى عنه ثوبان بن بجدد والحديث الصحيح أنه كان من الموالي الذين أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خياره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يتبع أهله أن يرجع إلى أهله أو أن يبقى معه وتخيلوا معي ثوبان يرجع عند أهله اتخيلوا اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وشاف النبي عليه الصلاة والسلام متأمل جماله وأحبه ودخل حبه إلى قلبه يقول له لا يا رسول الله والله صراحة بدي يرجع عند أهله فقال ثوبان لا ومثل من الصحابة مين كمان زيد زيد بن حارثة الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أنزل الله تعالى تحريم التبني فجاء زيدا أسامة رضي الله عنه فكان أسامة الحب ابن الحب كمان نفس الأمر النبي عليه الصلاة والسلام خيره فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان اختار يضل مع النبي عليه الصلاة والسلام فضل بالخدمة ضل بالخدمة يعني أنه عم بيشوفه عم برائبه قدم له المي عم بيوضيه عم بيصلي معه بيسافر معه بروح معه يبي يجي معه وصل للحب لأعلى المقامات سمعنا عن الحب كثيرا وسمعنا قصصا وروايات لكن قولوا لي بالله عليكم هل سمعتم عن حب كهذا اسمعوا هذا الحب يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان داخل على المسجد بيطلع على النبي عليه الصلاة والسلام هو كل يوم معه بشوف منظره قال له يا ثوبان أنت مش طبيعي شحوا بلونك نحوا لبدنك ضعفان متغير لونك متغير في شي خير شو الموضوع جايين من البيت بخبر في شي مع مرتك مع أولادك شو الموضوع قال ثوبان يا رسول الله لا الموضوع مش هيك الموضوع مختلف شو الموضوع يا ثوبان قال إني أكون في البيت قاعد بالبيت ما عندي شي بعدني بكون طالعا عندك من المسجد إني أكون في البيت فأذكرك بتذكرك قال فما أصبر حتى ألقاك ما بدر تحمل بمجرد ما اتذكرك في البيت ما فيني ضلني قاعد لازم يجعل المسجد يطلع فيك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل منك يا رسول الله لم ترقدت عيدي وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب تجل الله يخلق ما يشاء يقول أحد الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان يعني ليلة خمسة عشر القمر فيها بدر قال فكنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى البدر تخيل أنت المنظر النبي أدامه والبدر أدامه قال فكنت أنظر إلى النبي وأنظر إلى البدر فوالله لهو أجمل عندي وأحب إلي من البدر صلى الله عليك رسول الله ثم قال ثوبان وإني تذكرت ممتي وموتك مش بس هيك الموضوع مش بس أني بكون بالبيت وبيشتألك ما في نضالة قاعد لازم يجل عندك وتذكرت أني حموت وأنك حتموت فإذا ميت حشرت مع النبيين وإذا دخلت الجنة خفت أن لا ألقاك هاي مشكلتي فيك تلاقي لي حل شو بدي يجاوب النبي عليه الصلاة والسلام شو بدي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا النوع من الحب الذي بلغ كل أنواع الحب فاق كل أنواع الحب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغشاه جبريل فينزل عليه آية من سورة النساء نزلت في ثوبان رضي الله تعالى عنه وهي قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يجبر ربنا تعالى خاطر ثوبا فيقول له يا ثوبان طالما أنك مع حبيبك تطيعه تمشي معه تسمع كلامه لا تخالف أمره أبشر فإني أكرمت أولئك المتبعين لحبيبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون معه يوم القيامة في الجنة لذلك أبشر يا أتباع السنة أعرف إخوانا والله إخواني لا يتحرك بحركة لا يحرك قدما لا يتكلم بكلمة إلا يسأل عن السنة يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم ما رأاه ما رأاه لكنه يحبه لكنه يحب أن يتبعه حتى يكون معه في الجنان هذا هو الحب الحقيقي الذي نريد أن نتعلمه في رمضان في هذه المجالس المباركة أن نخرج أحبابا حقيقيين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم ورحمكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر